لا تنفك الآلة الإعلامية للأحزاب الحاكمة في العراق عن الترويج والحث على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بيد أن العراقيين وبعد ثلاث تجارب سابقة وخمسة عشر عام من حكم الطبقة السياسية الحالية بات رأيهم مختلفا لتطلعات الساسة في باب الكمافي سائر محافظة العراق يرى الكثير من المواطنين أن الانتخابات القادمة لا تعد كونها تجربة للمجرب وإعدادة تدوير للوجوه الحاكمة فاختار كثير منهم مقاطعة الانتخابات كأسلام حل تعبيرا عن سخطهم على ما آل إليه العراق اليوم بالنسبة لي أنا ما أنتخب لأنه أنتخب ولا ما أنتخب هي الوجوه نفسه وما يعني صار اثناء السنة ما تغير فالشيء الوجوه نفسه ما تغير فالشيء يعني ما أنتخب صراحة تكرار الوجوه الفاسدة لم يكن وحده الدافع لرغبة المواطنين بالعزوف عن الانتخابات القادمة فموضوع تلون الشعارات وتعددها وفق ما تقدده الحاجة كان أيضا محط انتقاد فالحزاب الحاكمة في العراق تتحول إسلامية تارة وعلمانية تارة أخرى وتلعب على شتى الحبال بغية الفوز بالحصة الكبيرة من كعكة الانتخابات والله حقيقة الأمر مجنون اللي يطلع ينتخب لأن نفس الوجوه اللي دمرت البلد نفسه على القيناة الصور باتهم المرجعية قاتل مجرب لا يجربه وكل من عليك صورته اللي ما تنتخب ماكو ماكو تغير يعني ماكو شي جديد زيان نفس الوجوه اللي دمرت البلد وسببت خراب البلد وبالأخص محافظة بابل زيان نفسهم هم اللي دمروا المحافظة هم حاليين بسوي نفسهم هم النزاهة هذا كله يضاف إلى قناعة العراقيين بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفا بغض النظر عن ذهابهم إلى صناديق الاقتراع من عدمه عازين ذلك إلى الفساد الإداري المستشري وغياب النزاهة بشكل عام والله يعني لا انتخب ولا ما انتخب ما استفاد منهم شي لماذا؟ ما يعني نفس الشي هم من يومهم يعني مثل ما نقولهم هم مراجحين وهم خلين واحد بمكانهم ومثبتين يعني تعتقد أنه الانتخابات مونزيحة؟ لا لا ما بيأش ننزاه كل شيء بغير إذن هذا رأي شريحة كبيرة من العراقيين بعد 15 عاما من تجربة مستفيدة بالفساد وتردي الأمن والخدمات وانهيار أصاب عموما مؤسسات الدولة العراقية